اخر كلمة قالها الفنان هشام سليم قبل وفاته وليه الدكتور اشرف زاكي نقيب الممثلين ما كانش عارف يوصله في اخر ايامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين قناة سيف تريند وفات الفنان الكبير هشام سليم النهاردة صباح يوم الخميس عند عمر بيناهز الاربع وستين سنة وده بعد صراع طويل مع مرض السرطان وده بعد تدور حالته الصحية في الفترة الاخيرة وقبل قرار اعتزاله ويبعد عن الوسط الفني والاعلامي ورضو ما كانش حد عارف يتواصل معاه علشان يطمن على حالته وده اللي كان بيقوله الدكتور اشرف زاكي نقيب الممثلين انه ما كانش عارف يوصل للفنان الكبير هشام سليم علشان يطمن عليه وعلشان يطمن جمهوره عليه وكان اخر كلام للفنان هشام سليم بعد اصابته بمرض السرطان لما قال في تسجيل صوتي وبعته لاحد البرامج الفنية انا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله وبيتهيق للسرطان اللي بتقوله عليه ده احسن من كوفيد والحاجات اللي بتضيع البناء ادمين في ثلاث ايام كل اللي يجيبه ربنا كويس وانا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة وده كان اخر تسجيل صوتي يسجله الفنان هشام سليم علشان يطمن جمهوره عن حالته الصحية بعد اصابته بمرض السرطان وخصوصا بعد تدور حالته الصحية وكان من ضمن الناس اللي نعت الفنان هشام سليم الفنانة يسرى كتبت على حسابها على تويتر وكتبت وقالت اخويا وحبيبي وصديق عمري والسند اخو جوزي خالد صالح سليم في زمة الله ان لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا يصبرنا على فرائك جميعا فضلا وليس امرا برجاء الدعاء لهشام وقراءة الفتحة وده الكلام اللي قالته الفنانة يسرى بعد وفاة الفنان هشام سليم اما عن صلاة الجنازة وتشيع جثمان الفنان هشام سليم فهيكون بعد العصر في مسجد الشرطة بالشيخ زيد بمدينة 6 اكتوبر ده كان موضوع حلقتنا النهاردة ما تنساش تأمن لايك للفيديو وتشاركنا بالاشتراك في القناة انتظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته